من ناحية تانية في كاس العالمة كابتنوجية عجبتني حاجة أول موضوع بتاع الوقت الضايع الوقت الضايع اللي زاد الوقت الضايع اللي بنلعب الوقت الفعلي للمباراة ليه ما نطبقش ده في مصر عشان طبعا انت عارف احنا بنضايع وقت كتير اه والله ده يعني لسه يعني تقنية حديثة ولسه ما تطبقتش في اي دولة في العالم يمكن هتبتدي السعودية تطبقها والمغرب تبتدي تطبقها وإحنا ورد جدا ان احنا نطبقها يمكن في بداية الدور التاني ورد جدا ان احنا نطبقها في بداية الدور التاني ويتم تعيين حكم ايفار اضافي يبقى مخصص لاحتساب الوقت الضايع يعني ويتم الاتفاق على احراز الاهداف وليكن ديئة في احتفال بالفرح بالنسبة للاحتفال بالهدف والتغييرات نديها وقت والتغييرات نديها وقت والاصابات نديها وقت صح وانا نروح للفار اعود قد ايه واحسب من خلال التقنية وقديها وقت وفي النهاية الحكم الايفار اللي يقول الحكم تفتكر احنا المتوصب بتاع الوقت الضايع بتاعنا في المبرى ممكن يبقى قد ايه في الآخر يعني الحكم يرفع كم ديئة في الآخر يعني مثلا ممكن كل شوط اثناشر اربعتاشر ديئة انت متفائل لك كابتن واجيه كويس او كده انا حاسي انه يبقى عشرين لا كل ما حاسي اصدع حقدك في زاوية تانية انه لما هي يرفع بقى وقت ضايع كتير هنخش في قضية تانية يقول لك اوه دا الحكم رفع تلتاشر ديئة للاهلي تلتاشر ديئة للزمالك عشان يتعادل عشان يجيب جول عشان يفوز هتخش في جيم تاني خالص مع مضالين الفنيينквال deficit وبقول لهم احنا عشان واحد اثنين تلات اربعة خلي بالكو ان انا في بداية الدوري التاني هتلاقي ان انا بدل ما تلاقي الحكم بيدي 4 دقايه و 5 دقايه و تضايع هتلاقي ممكن بدي 15 دقايه او 14 دقايه و تضايع فخلي بالكو اما تشوفوا الكلام ده ما تفاجئوش ان الحكم الرابع بيرفع 14 و 15 دقايه و ديئه و تضايع عشان كده يجب أن تكونوا عارفين هذا التخصص عشان لو الفرقة جي فيها جول في الـ D14 و الـ D15 يبقى هم عارفين أنه هم السبب في إضاءة الوقت